السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الأول المتوسط في مادة الرياضيات درسنا اليوم استراتيجية حل المسألة الحل عكسيا أنفقت مريم ثمانية ريالات ثمن كراسة وخمسة ريالات ثمن قلم ونصف ما بقي معها ثمن علبة عصير وبقي معها ريالان فكم كان معها في البداية أول المبلغ لا أعلمه مجهول ثم أنفقت سالب ثمانية ثم خمسة ريالات ثم الباقي على نصف ما بقي معها ما بقي معها الثنين يا شباب وضرب في الثنين بعكس العملية يوم أربعة واجمع خمسة ثم اجمع ثمانية إذن المجموع عندك سبعتاشر المبلغ في البداية كان سبعتاشر يا شباب ده الحل عكسيا بمشي بعكس العملية اللي هي أجريت على المبلغ الأساسي يبين الجدول التالي الوقت الذي يستغرقه فيصل صباحا للذهاب إلى المدرسة في أي وقت يستيقظ فيصل الاستيقاظ لا أعلمه وخمسة واربعين دقيقة تجهيز ثم زائد خمسة وعشرين للمشي ثم الوصول للمدرسة الساعة سبعة يصل للمدرسة الساعة سبعة اخصم خمسة وعشرين يبقى الساعة ستة خمسة وثلاثين دقيقة ثم اخصم خمسة واربعين إذن خمسة وخمسين دقيقة الساعة خمسة وخمسين دقيقة إذن موعد الاستيقاظ الساعة الخامسة وخمسين دقيقة تبلغ مساحة مزرعة أبي محمد 19.93 كم مربع وهي تعادل تقريبا أربع أضعاف مساحة مزرعة أبي ناصر قدر مساحة مزرعة أبي ناصر مساحة مزرعة أبي ناصر مجهولة اضرف أربعة مساحة مزرعة أبي محمد مساحة المزرعة 19.93 اقسم على أربعة فهذه هي مساحة مزرعة أبي ناصر مساحة مزرعة أبي ناصر أربعة فاصلة 9.85 أو أربعة 9.825 من 10.000 تساوي 5 كيلو تقريبا 5 كيلو مربع تقريبا أرسم الشكل السادس في النمط مربع أربعة 9.16 25 مش ملاحظ يا شباب الندم مربعات كاملة إذن 36 تريد آمنة شراء خمسة أقلام ومصطرة وسبعة دفاتر في بداية العام الدراسي ويبين الجدول المقابل أسعار هذه الأدوات فهل يكفي 30 ريالا ثمنا للأدوات ثمنا الأقلام خمسة ضرب ريالين يساوي عشر وثمن المصطرة وثمن المصطرة ريال واحد ضرب واحد يساوي ريال وثمن الدفاتر سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرين إجمع عشر زائد واحد زائد واحد وعشرين اثنين وثلاثين ريال هل الفلوس تكفي؟ مبلغ ثلاثين ريال لا يكفي لشراء الأدوات لأن أقل من المجموعة سيدنا بحضوركم وعلى أمل اللقاء بكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته